في حفل الاتحاد الافريقي كاف النهاردة يعني الحفل موجود في مدينة مراكش المغربية والحفل بإذن الله ينطلق الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة فيه نجوم كل القرى الافريقية موجودين في الحفل بداية من سامل اتو دي 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 روكبا اكوشا يعني عبي دي بي ليه كل النجوم الافرقى اللي ممكن تتخيلهم موجودين كمان موجود الصقر احمد حسن كابتن منتخبنا الوطني السابق موجود كمان في الحفل مباركت فيه مباراوة دي كده تلعبت على استاد مراكش يعني ما بين اساطير الكرة الافريقية على فكرة كمان فيكتور اوسمن مهاجم نابولي واللي داخل في جائزة افضل لاعب افريقي في منافسة مع اشرف حكيمي اللاعب المغربي ومحمد صلاح نجمينة المصري منافسة قوي جدا والتصويت والارقام قريبة من بعد قوي بس اللي متواجد النهاردة في الحفل بشكل رسمه اللي بأكد لكم ان هو موجود فيكتور اوسمن موجود في احد الفنادق بدعوة رسمية من الاتحاد الافريقي حضر ووصل ويمكن المعلومات اللي جاية من المغرب بتقول ان بنسبة كبيرة فيكتور اوسمن هيكون هو الفائز بالكرة الزهبية بجائزة افضل لاعب افريقي مش عارف عندي توقع انه ممكن يكون اشرف حكيمي محمد صلاح مش موجود وحنا عارفين صلاح لما بتكون الجايزة يعني مش قريبة منه ومش موجود بنعرف النتيجة من قبل ما تعلن طالما صلاح مش موجود لكن الكلام اللي بيتردد ان اشرف حكيمي قريب ووجود فيكتور اوسمن النهاردة بيدي مدلول او كلام برضو جاي ان فيكتور اوسمن لا متفوق على اشرف حكيمي في الاسوات فبالتالي هو الاقرب للفوز بالجايزة فيكتور اوسمن من نتائجه على فكرة فاز بالدور الايطالي مع نابولي مع منتخب ناجيريا ما حققش حيات كتيرة ناجيريا على فكرة خرجت من كاس الامم وفي العام الاخير على المستوى الفردي فيكتور اوسمن نتائجه افضل لكن على المستوى الجماعي مع نابولي او لكن مع منتخب ناجيريا لا اشرف حكيمي نفس الامر مع منتخب بلده مع المغرب وصل كاس العالم لغاية الدور النصف النهائي خد المركز الرابع اشرف حكيمي مع باريس سان جرمان برضو على مستوى دوري ابطال اوروبا محققش انجازات طيبة ولكن كسب الدور الفرنسي مع باريس سان جرمان فالنتائج قريبة بين الاثنين في درجات التصويت ولكن الكلام اللي طالعين فيكتور اوسمن حظوظه اعلى وجوده النهاردة اعتقد ممكن يعزز من هذه الحظوظ ويكون هو الفائس بالكرة الزهبية طب نروح بها للجانب الاهم والان انا بتكلم فيه بقالة اكتر من يومين النادي الاهلي بازن الله ان شاء الله مرشح بنسبة تتخطى 60-70% يكون افضل نادي في افريقيا عن العام الحالي الناس تقول لي طب ما هو ممكن يكون النادي الاهلي عشان بصفته بطل دور ابطال افريقيا لا الاهلي بيتم تكريمه لان خلال هذا العام عمل كل الانجازات اللي ممكن اي حد يحققها فاس بالدوري فاس بالكاس فاس بالتنين سوبر كسب دوري ابطال افريقيا راح لقى الكاس عالم اندية خد مركز رابع وعلى فكرة الارقام دي كلها المفكت تصب يعني تصب في مصلحة مرسل كولر ان الطبيعي يكون موجود في منافسة مع وليد الرجراكي ومع اليو سيسي ولكن فوجينا موجود عبدالحق بن شيخ اتقال وقته اصل عبدالحق بن شيخ حق انجاز لم يسبق تحقيقه في الكرة الجزائرية انه فاس مع التحاد العاصمة ببطلطين دوري كاس الكونفيدرالية وكاس السوبر الافريقي ولكن لما تيجي تبص بقى على مستوى النادي لا الاهلي يعني منسبة 60-70% النهاردة ان شاء الله هو لا يكون مرشح للفوز بالكرة الزابية كافضل لنادي تصويت اللجنة الفنية تصويت المديرين الفنيين للاندية والمنتخبات مختلفة عشان في الاخر تعد النسب دي وتشوف مين اعلى نسبة عشان يفوز بالجائزة بيرستاو بالنسبة كبيرة برضو تخطط 60-70% مرشح النهاردة يكون جائزة افضل لاعب في داخل افريقيا في مصابقات الاندية عنده منفسة قوية جدا على فكرة مع بيتر شالوليلي مهاجم سانداونز ولكن على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي بيرستاو نتائجه افضل من فيستون مالي وبيتر شالوليلي قهرباء دخل في جائزة افضل هدف بس المنافسة قوية جدا وصعبة جدا تصويت الجماعير ممكن يعمل فارق ولكن هنشوف في الفترة اللي جاية فرصة هدف قهرباء يكون افضل هدف في الموسم الاخير هدف اللي احرزه في مرمى الهلال السوداني جائزة افضل حارس كنت اتمنى طبعا النهاردة يكون معايا صبك وانفراد وقولي الشنوي افضل حارس يا جماعة ولكن يعني كل الاخبار اللي جاية من المغرب ياسين بونو يعني ضمن بنسبة بيرا جائزة افضل حارس وانا قلت انبارح الجزئية دي هذا الامر لا يقلل اطلاقا من محمد الشنوي ياسين بونو لو كان فاز بجائزة او كان دخل في القائمة المختصر الافضل تلت لعيبة بدل فيكتور اوسمن او بدل صلاح او بدل اشرف حكيمي كنت اقولك الشنوي وانت مغمض الشنوي افضل حارس ولكن انجازات ياسين بونو تحديدا في كاس العالم مرجحها كفته وجود الحفل في المغرب برضو بيرجح الكفة المغرب كمان دخل في منافسة كافضل منتخب وبنسبة تتخطط 99% المغرب هتكسب وتاخد جائزة افضل منتخب ففي جواز عدة جائزة افضل لعب صاعد في جواز مختلفة في هذا الحفل عموما نهاردة الساعة 8 انا اتعرف على النتائج الرسمية والنتائج النهية وكل ما اتمنع بعد اعلان النتائج يكون فيه شفافية من الاتحاد الافريق ويعلننا النتيجة بالارقام بالنسب بالاشخاص اللي كمان صوتوا صوتوا المين ده نقطة مهمة جدا عشان يكون فيه مزيدا منها الشفافية لان الكلام كله في الغرف المغلقة من يومين ثلاثة للنهاردة الناس كلها مندهشة من حيات كتيرة والناس مش عارفة القتلة التصوطية بتبقى أعلى المين هل للجنة الفنية اللي في الكاف ولا للصحفيين ولا للمديرين الفنيين فالنقاط الفنية دي مهم جدا نعرفها من الكاف لما يتم الاعلان الرسم بالمناسبة انا باتكلم معكم دلوقتي في اجتماع للجنة التنفيذية اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف هنتعرف بقى على نتاج هذا الاجتماع اذا كان فيه جديد النهاردة او بكرة او خلال الايام القادمة